مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب احنا فعلا بنسعد بتواصلكم معنا كتير من حضراتكم بيتواصلوا معنا بالأخص على الفيسبوك وكمان بيعلقوا على الحلقات وبيكتبوا لنا أسئلتهم والبعض من الإخوة المسلمين بيتفاعلوا مع موضوع الحلقة أيضا وبيكتبوا لنا كتير على الفيسبوك فاحنا بنرحب فعلا بكل مداخلاتكم وبكل أسئلتكم اللي بتطرحوها كمان عايزة أذكر حضراتكم أنه البرنامج عبر كتابه هو برنامج لايف فبيساعدنا في كل وقت أن نستقبل أيضا مداخلاتكم وأسئلتكم وتليفوناتكم تليفون البرنامج بيبقى موجود على الشاشة للي يحب أنه يتواصل معنا أو أنه يعلق أو أنه يكون عنده أي سؤال موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا وهو موضوع يتعلق بحياتنا كمؤمنين وكتير من الإخوة العابرين أوقات كتيرة والمؤمنين أيضا اللي بقى لهم سنين مع الرب يسوع دايما بيبقى في فكرهم وشاغل بالهم موضوع إزاي يعيش للرب يسوع وإزاي يمجد يسوع في حياته كلنا قبلنا الرب يسوع واختبرنا محبة الرب يسوع لحياتنا وتبعنا الرب يسوع كتلاميذ مش بس مجرد مؤمنين لكن كمان إحنا الكتاب بيكلمنا كمؤمنين كتلاميذ للرب يسوع وإحنا عايشين في عالم الرب أراد إن إحنا نعيش فيه ودايما أقول السماء أفضل من الأرض والسماء لا يمكن أبدا أن تقارن بالأرض فإذا كان بعد إيماننا الرب أبقانا على هذه الأرض فهو أبقانا لهدف ولغاية أبقانا لرسالة أبقانا لكي ما ننمو في معرفة الرب يسوع المسيح أبقانا لكي ما نخدم الرب يسوع أيضا في كل يوم من أيام حياتنا أبقانا لكي ما نتغير إلى تلك السورة عينها من مجد إلى مجد أبقانا لكي نكون مشابهين سورة ابنهم لكي يكون دايما فينا رأحة المسيح الزكية عش كده موضوع حلقة النهار ده موضوع مهم جدا موضوع متعلق بالإيمان المسيحي والسلوك المسيحي هنقف شوية مش هنتناول بعض الموضوعات الإسلامية أو الرد على بعض الدعاة المسلمين هننضف شوية ودنة من هذه النقاشات ونرجع إلى كلمة رب ونتكلم النهار ده عن موضوع حياتي موضوع سلوكي متعلق بنا كلنا كمؤمنين موضوع حلقة النهار ده هو مشابهين لنكون مشابهين سورة ابنهم إزاي نكون مشابهين سورة الرب يسوع وإزاي نكون في أماكن خدمتنا أو أماكن معاشتنا فعلا كل يوم بنتغير ونشابه الرب يسوع المسيح في رسالة رمية وفي أصحاح 8 وفي عدد 29 بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنهم فالغاية العظمة التي من أجلها الرب يعني اخترنا والرب قدنا إلى الإيمان بالرب يسوع المسيح هو أن نكون مشابهين سورة ابنه ده الغاية العظمة ورب يسوع في حياته وخدمته قال كلمات مهمة جدا جدا قالها للتلميذ وقالها للجموع وبيقولها لنا النهار ده أيضا حينئذ قال يسوع لتلميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه كلمات لا يمكن أبدا أن نجدها لأي معلم آخر أو أي مدعي للنبوة آخر عاش على هذه الأرض كلمات الرب يسوع كلمات من ذهب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني وهنا يقول الرب يسوع إن أراد أحد أن يأتي ورائي مش يحمل صيفه ويدافع عني مش يحمل صيفه ويغزو البلاد الأخرى الآمنين مش يحمل صيفه ويقتل أبرياء ويجبر الأحياء على الإيمان بي لكن إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه وطبعا الصليب هنا يعني أوقات كثيرة بعض الناس بتهرج وبتأخذ الموضوع كنوع من التريقة إنه لو عنده مشاكل في حياته الزوجية أو في علاقاته يقولك ده صليبي صليب هنا هو الناتج الطبيعي لاتباعنا للمسيح كل ألام بتأتي علينا نتيجة اتباعنا للمسيح كل معاناة بنواجهها نتيجة اتباعنا لشخص يسوع المسيح من اتهاد وألام من طرد من سجن من الكثيرين من الأحباء الأقرباء بيتخلوا عنا وبينكرونه وبينكروا حتى علاقتهم بينا كل هذه تعتبر صليب من أجل المسيح كمان أجي لسؤال مهم كدا السؤال المهم هو اللي احنا بنسأله باستمرار ما هو الغاية العظمى للإنسان ايه هو الهدف الأساسي يعني لو حبيت كل واحد من حضراتكم النهاردة كمؤمنين يتطلع ورقة وألم ويكتف فيها مجرد عبارة وحدة ما هي الغاية العظمى من حياتي ووجودي على هذه الأرض أنا موجود ليه كمؤمن أنا موجود ليه إيه الهدف من حياتي أنا موجود ليه في المغرب أنا موجود ليه في مصر أنا موجود ليه في السودان أنا موجود ليه في السعودية أنا موجود ليه في هذه الأرض وفي هذه الأماكن أو هذه البلاد الرب بيقول لنا وبيعلمنا انه افكار الله خطة الله لحياتنا هي خير وسلام وانا مفيش حاجة في حياة المؤمن اسمها صدفة مفيش حاجة في حياة المؤمن متروكة للصدفة لكن بيقول لنا ايضا الكتاب ان احنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها فالسؤال الاساسي والجوهري هو ما هي الغاية العزمة من حياتي ما هي الغاية العزمة من حياتك انت كمؤمن عابر عرفت الرب يسوع المسيح خلينا لخصها في عبارة يمكن تحطط في اقرار ايمان اللي هو اقرار الايمان الوسط المنستري وحطتها تحطط بطريقة جميلة قالت ان الغاية العزمة للانسان هي ان يمجد الرب ويتمتع بالشركة معه الى الابد الغاية العزمة للانسان هي ان نمجد الرب وان نتمتع معه بالشركة الى الابد ولا يمكن ابدا ان امجد الرب الا اذا تمتعت بالشركة معه وكلما تمتعت بالشركة مع الرب كلما اصبحت حياتي تمجد الرب جبنا كلام ده منين جبناه من كلمة الله كلمة الرب بتعلمنا الحقيقة دي بتقول لنا ايه كلمة الرب الرب بيقول هنا لشعبه في اشعياء 43 وفي عدد 7 وعدد 21 كلام واضح جدا بيقول بكل من دعيا باسمي كل من دعيا باسم الرب كل من وضع عليه اسم الرب كل من صار تابعا للرب ولمجدي خلقته لمجد الرب الرب خلقنا وجبلته وصنعته هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي يبقى من الاية بس البسيطة دي اللي احنا بنجدها في اشعياء 43 بنعرف انه احنا مخلوقين لمجد الرب الرب جبلنا خلقنا صنعنا وهي تلات كلمات لكن بيعلنه حقيقة واحدة انه احنا لسنا ملك لانفسنا نحن ملك للرب الذي خلقنا وفدانا وصنعنا وجبلنا وبعدين يقول هذا الشعب جبلته لنفسي ليه بقى لكي يحدث بتسبيحي نحدث بعظائم الرب نخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا دي الاية دي بتلخص لنا الغاية العزمة لحياتنا كمؤمنين انا مش بكلم عن الاشرار ومش بكلم على ناس لسه معرفيتش الرب يسوع انا بتكلم عن المؤمن العابر الذي عرف يسوع المسيح وعرف من يسوع وصارت له شركة معه في اية تانية بتأكد كده ايوة في اية تانية بتأكد كده بكل وضوح في افاسس واحد وعدد اتناشر يقول لنا كده لنكون لمتح مجده يعني احنا كمؤمنين اللي بيكلم عننا احنا في عدد اربعة انه القدسين انه اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم كويس احنا المؤمنين بالرب يسوع كنيسة يسوع المسيح العابرين الذين اتينا من الظلمة سواء الظلمة دي كانت افعال شريرة سواء الظلمة دي كانت عقائد شيطانية مؤمنين بيها قبل معرفيتنا للرب يسوع لكن الحقيقة الوحدة ان احنا اتينا من الظلمة الى نوره العجيب لنكون لمتح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح آية واضحة جدا بتقول لنا احنا موجودين ليه وكمان في كورنسوس الاولى وفي اصحاح عشره فعدد واحد وتلاتين يقول كده ايضا الرسول بوليس للمؤمنين فإس كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله يبقى حتى اكلي شربي او اي فعل انا بعمله بعمله لمجد الله مش باكل وبشرب علشان غدا اموت دي مش فلسفة الحياة بتاعة المؤمن المؤمن عنده نظرة اخرى للحياة ليه الحياة هي المسيح دي نظرة المؤمن للحياة وهنا بيقول لي لمجد الله ان كل ما افعله هو لمجد الرب اذا غابت دي عن عيوننا هنجد انفسنا متخبطين من كل ناحية هنجد انفسنا عايشين بلا هدف هنجد انفسنا حتى عندنا الاحساس بان احنا لسنا لنا قيمة لكن اذا ادركنا هذي الحقيقة ان احنا خلقنا جبلنا فدانا وصنعنا لمجدو لكي نخبر بتسبيحه وعش كده الرب يسوع كلفنا كمؤمنين وقال لنا اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها دي دي حقائق اساسية بيعرفها المؤمن لكن هنا حابين ان احنا نذكر انفسنا بيها ونقول ان احنا عايشين لمجد الرب لكن يجي سؤال اخر يعني عملين اتكلم عن مجد الله مجد الله مجد الله لكن ماذا يعني ان نعيش لمجد الرب يعني ايه يعني اعمل ايه طيب ايه هو شكل الحياة التي تمجد الله يعني لو بصيت الى حياة انسان معين اقول اه حياة الانسان ده بتمجد ربنا ايه هي شكل الحياة دي يعني بيعمل ايه ايه اللي عايشه في حياته ايه صفاته ايه سلوكياته اللي بنقدر من خلالها نقول اه فلان ده فعلا عايش لمجد الرب ما هو مش مجرد تعبير عام بيت قال ملهوش معنى ملهوش ملامح لكن ان احنا نعيش لمجد الله دي حياة لها ملامح حياة لها سمات معينة وده لانا حابب اتكلم عنه النهاردة علشان نكون مشابهين صورة ابنه لازم بتكون حياتنا ايضا وسلوكياتنا بتعايش بطريقة مختلفة خلينا حطها في يمكن ثلاث ابعاد للحياة التي تمجد الرب او الحاجة سميها البرسنال كاركتر او الصفات الشخصية انه واحد عنده صفات في شخصيته فضائل في حياته هذه الصفات او هذه الفضائل اللي في حياته فعلا بتمجد ربنا ونكلم عن قائمة كبيرة النهاردة بهذه الصفات والفضائل اللي مفروض تكون في حياة المؤمنين واللي الرب بيعملها وبيضعها في حياتنا بالروح القدس واللي بيغيرها ربنا بيغير ربنا فينا علشان نكون فينا هذه الصفات صفات شخصية بتتغير شخصيتنا بتتغير صفاتنا بتتغير طبقعنا بتتغير عندنا مفهوم خاطئ عن الايمان المسيحي وأتمنى أن احنا نصحح هذا المفهوم المفهوم الخاطئ عن الايمان المسيحي أنه اللحظة اللي أنا فيها أؤمن بالرب يسوع كل حاجة في شخصيتي بتتغير آه في تغيير بيبقى كبير حصل في حياتي في نقلة كبيرة حصلت في حياتي اتولدت من من الظلمة إلى النور كنت ميت وبقيت حي لكن أوهات كتيرة بنيجي للإيمان المسيحي بالبؤجة بتاعتنا بمشاكلنا النفسية اللي كانت موجودة قبل كده بسمات شخصياتنا سمات شخصياتنا آه كان فيه كتاب زمان قريته أنا حتى فيه ممكن في مرحلة سنوي كان يسمه الأمزجة البشرية وقدرة الله تكلم على إزاي الله قادر أنه يتعامل مع الشخصيات المختلفة الله بيغير في الإنسان الإيمان المسيح بيغير في الإنسان لكن أوقات التغيير ده بيبقى تغيير الحياة كلها الأفعال الشريرة ما بنعملهاش لكن في تغيير الشخصية وتغيير سمات الشخصية ربنا بيتعامل معنا يعني ممكن تبقى قبل الإيمان شخص نرفوز دايما زي ما احنا بنقول في مصر يعني خلقك في منخيرك وعصبي وسهل جدا أن أنت تتعصب وسهل جدا أن أنت تثور لما بتيجي للإيمان المسيحي وبتعرف الرب يسوع يبدأ الرب بالروح الكدس يشتغل على النقطة دي فيه ناس بتتغير على طول وفيه ناس بتاخد وقت علشان تتغير ويبدأ ربنا حتى يستخدم العصبية بتاعتك بسيوجيها صح ما تبقاش لأزية الناس وما تبقاش لأزية نفسك وما تبقاش على حساب استقرارك وسلامك الشخصي وما تبقاش على أساس سلامة واستقرار الناس فبدل ما كانت بتبقى جارحة في الناس وبدل ما كانت بتخبط في الناس بتبدأ أن أنت تبقى أكثر رب يوجهها في صورة صح ده بياخد وقت وعلى قد ما احنا بندي للروح الكدس أن يعمل فينا على قد ما احنا بنتغير في مرة واحد من الأصدقاء يعني كان بيحكي على حول لحول أنه يوصل فكرة التغيير اللي بيعمله ربنا في حياة الناس فأقل مثل طبعاً أي مثل هنقوله أو أي تشبيه هنقوله يمكن ما يحملش كل المعنى وما يقدرش يقدم كل المعنى اللي احنا عايزين نوصله لكن قال تخيل نفسك أنه في عربية بالعربية دي كانت شغالة في مزرعة للبهايم فصاحب المزرعة دي بيستخدم العربية دي لكل ما يتعلق بالمزرعة بتاعته الخاصة بالمواشي فبيحط عليها أكل المواشي بيشيل عليها سوري قذرات وبقايا وفضلات المواشي رحتها معفنة ما بيهتمش أنه يخسلها لو داخل بيها المزرعة وخبط فانوس منها اتكسر ما بيفرقش معاه أنه يغير الفانوس دا أو أنه يبدله لو الفرامل بتاعتها مش بتمسك كويس مش مهم مش هيسرف فلوس على أنه يهتم بصيانتها فهي كلها على بعض كده من رحتها لشكلها لحالتها متبهدلة لكن جي واحد عنده بستان ظهور حبي يشتري العربية دي أي أول حاجة بتتغير في العربية المالك الملكية أول حاجة بتتغير فيها الملكية بتتنقل من أنها كانت ملك لصاحب مزرعة المواشي إلى أنها تبقى ملك صاحب بستان الظهور والفرق بين دوّن ودوّن مية وتمانين درجة وبعدين يبدأ هذا الشخص الآخر يخسلها وينضّفها ويجملها ويلاقي الفنوس اللي فيها الكسر يصلحه يلاقي الفرام الخربانة محتاجة تصبيت فيزبطها مع الوقت مع الوقت تبقى مش ممكن تقول أن العربية دي كانت هي نفس العربية اللي كانت تستخدم قبل كده مع الفارق الكبير لكن ده اللي بيحصل في حياتنا كمؤمنين أوقات حتى كمسلمين بنيجي بعاداتنا الإسلامية القديمة يعني المسلم بيجي للإيمان المسيحي بكل العادات البيتية والتربية اللي تربى بيها قبل الإيمان وده بياخد وقت علشان يتغير ده بياخد وقت علشان يتغير فالتغيير بياخد وقت وكل لما احنا ندي للروح القدس مجال في حياتنا إنه يغيرنا وكل ما يكون لنا شركة يومية مع الرب وكل ما يكون لنا شركة يومية مع الكتاب المؤدس وكل ما يكون لنا شركة يومية في حياة الصلاة وشركة المؤمنين كل ما نتغير إلى تلك السورة عينها كل ما يكون التغيير أسرع وأجمل وأروع ومرئي عش كده بتلاقي اتنين قبل الرب يسوع فيه اجتماع واحد بتلاقي واحد فيهم كبر في الإيمان وخد مراحل كبيرة والتاني لسه مازال يمكن في بعض الأمور في حياته على قد ما بنيدي مجال لروح الله يعمل فينا على قد ما احنا بنتغير لكن إيه اللي بيتغير فينا أول لما نقبل الرب يسوع الملكية إنه بدل ما كنا ملك لإبليس صرنا ملك لرب يسوع بدل ما كنا ملك لسلطان الظلمة أصبحنا ملك لملكوت ابن محبته الولادة التانية بنتغسل وبنولد في بيت الله كأبناء للرب ويبدأ الرب لأنه قدوس ولأنه رحيم ولأنه محب ولأنه طاهر ولأنه إله بر يبدأ الرب يغير فينا يوم بعد يوم وهنفضل في حياتنا نصارع نعم المؤمن زي ما بيقول الرسول بوليس إنه إنه ما ينفعش إنه نحنا نعيش في الخطيئة كمؤمنين نحن الذين موتنا عن الخطيئة كيف نعيش بعد فيها مش ممكن أبدا نعيش في الخطيئة زي ما كنا عايشين قبل كده لكن هيظل فيه سراع كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا أمامي لأننا موجود بالجسد وبحارة من إبليس وموجود في العالم وعش كده محتاج إلى أخوات المؤمنين ومحتاج إلى شركة جسد يسوع المسيح ومحتاج إلى كلمة الرب التي هي روح وحياة ومحتاج إلى عمل الروح القدس فيها ومحتاج إن أنا أأتي للرب دايما وأصلي وأطلب معونة من الرب يكون لي شركة معاه فالصفاتنا الشخصية بتظهر يوم بعد يوم إنه إزاي الرب غيرنا يعني يبقى قبل الإيمان الكذب عنده يعني زي البنبون يبقه كده بعد الإيمان تلاقيه بيقول الصدق قبل الإيمان تلاقيه إنسان ما عندهوش رجاء بعد الإيمان تلاقيه عنده رجاء وملأ قلبه بسلام قبل الإيمان كان عنده شخصية غضوبة باستمرار بعد الإيمان صار عنده حاجة بيقول لنا عنها الكتاب هي ضبط النفس فالتغيير بيحدث والمسيح بيغير فينا وهي يغير فينا إلى آخر لحظة في عمرنا على الأرض فصفاتنا الشخصية واحدة من الحاجات الحاجة التانية النتائج الذي تأتي من حياتنا يعني الريزالتس اللي بتيجي من تغيير الله لنا بتعلن أيضا يعني زي ما أقول إنه الناس اللي حواليك بتلاحظ تغيير بتلاحظ تغيير في دوافعك بتلاحظ تغيير في طريقة تفكيرك بتلاحظ تغيير في إزاي بتبصر الأمور بتلاحظ تغيير في أخلاقياتك الناس اللي حواليك بيلحظوا تغيير نتيجة التغيير دوا بيمجد ربنا الحاجة التالتة سلوكنا اليومي كيف أعيش كمؤمن في سلوك يومي في تحديات يومية في قرارات يومية بخدها في علاقات أعيش فيها إزاي أقدر أسلك سلوك يومي يمجد الرب كويس فده جزء مهم جدا جدا لنا كمؤمنين طيب أجي إلى أول حاجة سمات وصفات الشخصية التي تمجد رب زي ما قلت أنه الهدف الأساسي أنه ربنا يصنعنا إناءا كل واحد فينا يحطنا كده على الدولاب بتاع الفخاري ويصنع فينا ويشكل فينا ويخرج مننا آنية للكرامة تمجد المسيح ولأنه أجمل شخص وأروع شخص عايش على هذه الأرض هو الإبن المبارك الرب يسوع المسيح فالهدف الأعظم والأمجد هو أن إحنا نتغير ونكون مشابهين سورة المسيح كل اللي يشوفنا يقول أنه دول أتباع المسيح ده الهدف الأسمع كده في حاجة سميها الفضائل المسيحية الكتاب المؤدس بيحثنا على ممرسة الفضائل وعلى تطوير هذه الاقتناعات الداخلية اللي تؤثر على قرارتنا وعلى سلوكنا اليوم سميها مورال إكسلنس الفضائل المسيحية هي فيها ثلاث حاجات مهمين أو ثلاث ملاحظات مرتبطة بالفضائل المسيحية الفضيلة هي ميل ده نابع من داخل الإنسان أنت عندك ميول مختلفة الميول دي هي اللي بتحركك هي اللي بتدفعك أنك تفعل الشيء الصح هي مش مجرد دافع وبييجي في وقت من الأوقات ويخلص يعني ممكن يبقى عندك دافع أن أنت تنجح في الامتحان فتبدأ تذاكر علشان تنجح في الامتحان لكن بعد الامتحان ترجع مرة تانية زي ما نقول ترجع ريمة لعديتها الأديمة يرجع الكسل وعدم حبك للإراية وعدم حبك للدراسة إلى آخره فالفضائل ليست مجرد دوافع سواء صح أو غلط الفضائل هي شيء جوه الإنسان زي ما يقول ميول جوه الإنسان داخل الإنسان هي اللي بتجعلك تتصرف زي ما أنت بتتصرف فالميول دي بتبقى ميل نحو الصدق فبالتالي بتحاول ترفض الكذب ميل نحو التعفف فبالتالي بتقدر تنتصر على الشهوة ميل نحو ضبط النفس فبالتالي بتقدر تنتصر على الغضب أو العصبية اللي في حياتك الميول دي هي اللي بتتحكم فينا هي اللي بتخلينا نعمل ما نعمله في حياتنا وتصرفاتنا اليومية فالفضائل المسيحية هي ما يتحكم فيها كمسيحي لكي ما ينتج منه نتائج تمجد الله في حياتي واضح الفكرة فهي مش مجرد بس الدافع من الدوافع لكن هي قدرة كامنة جو الإنسان بتأتي أولا نتيجة عمل روح الله وعمل الولادة الثانية وبتظل في حياتي والروح الكدس بيعمل نوع من التأوية ليها والتجديد ليها ويجعلها فيري شارب إنها تبقى واضحة في حياتي كميول باستمرار كعادة باستمرار جميلة في حياتي أقدر أمارسها الفضيلة ليست زي ما قلت ببساطة دافع سواء دافع جيد أو دافع سيء بل هي عادة ذهنية مستقرة في الإنسان تصبح العادة اللي عندك هي الصدق زي ما كانت العادة السيئة اللي عندك قبل الإيمان هي الكذب يعني في قيم أو مبادئ تربى عليها المسلم قبل إيمانه بالمسيح مبادئ غلط منها مثلا إنه إباحة الكذب في حالات ومعروف معروف إنه زي الكذب ده حاجة فعلا منتشرة في الوسط الإسلامي وبكثرة لكن بعد لما تقبل الرب يسوع يبدأ عندك قيمة أخرى هي قيمة الصدق ويبدأ إسراع إنه إنك تعمل الصدق ولا تعمل الكذب وكل لما تعيش مع الرب وتختبر نعمة الله كل لما أنت تروح ناحية الصدق وكل لما يبقى الصدق عندك قيمة مستقرة جواك هي اللي بتتحكم في تصرفاتك حتى لو قادك هذا الصدق إلى المتاعب كان وقت كتير الإنسان بيجذب ليتجنب التعب لكن الصدق ممكن يأتي عليك بمتاعب بلكن بتراها إنها متاعب وقتية لكن ضميرك وحياتك الروحية في راحة وفي سلام لأنك بتفعل ما قد أوصاك الرب أن تفعل الفضائل بتتعلق بمن نحن كأشخاص فيه فضائل كده يقولك آه الشخص ده شخص رحيم الشخص ده شخص عطوف الشخص دون شخص مليان بالمحبة ده فضائل بتحدد شخصيتنا سمات في شخصيتنا طيب كده لما كتير مؤدس في أكتر من شاهد بيكلمنا عن الفضائل المسيحية وبيقول لنا إيه مثلا في بطرس التانية وفي أصحاح واحد وفي الأعداد من خمسة إلى سبع خلوا بالكم من كلمة الرب لأنه مهم جدا هذا النص ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اكتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة على فكرة الاكتهاد هنا ليس اكتهاد لنوال الخلاص لأن المفهوم ده غلط الاكتهاد هنا هو اكتهاد لكي ما أستمر في علاقة طيبة مع الرب ولا أسمح للخطية بأن تعكر صفوة هذه العلاقة الجهاد ده هو أن أحفظ نفسي للرب مقدس من كل خطية الجهاد ده هو جهاد ضد الخطية وضد العالم الساقط اللي أنا عايش فيه لكن ليس جهاد لكي ما أنال رضى الله وأربح الخلاص وأدخل الحياة الأبدية فرضى الرب والحياة الأبدية والخلاص فقط بالإيمان برب يسوع آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك لي لأن الرب يسوع عمل كل ما أحتاجه لكي ما أخلص وأنا مش بحتاج أعمل حاجة هو قال على صليب قد أكمل أما للجهاد ده إيه ده جهاد القديس اللي بيعيش لكي ما يمجد الله في حياته جهاد التلميذ جهاد تلميذ يسوع المسيح تلميذ يسوع المسيح التابع ليسوع المسيح وفيه جهاد في الحياة المسيحية أعتر عن فيه جهاد فيه جهاد تقرى الكتاب كل يوم ولا أن أنت تتفرج على فيلم كل يوم أيهما أسهل بالنسبة لك تعيش حياة الصلاة وأنك تدرب نفسك كمؤمن ولا تمشي وراء شهوات الجسد فيه جهاد اللي بيقول أن الحياة المسيحية تخلو من جهاد هو أساسا ما يعرفش عن إيه حياة مسيحية زي زي الطفل ولدته دي معتمدة على أبو أمه ولدته كطفل لكن أول لما بيولد الطفل بيحتاج أنه ينمو ويجبر ياكل يشرب يتعلم لو أحنا ليه بندخل أولادنا مدارس دايما كنت أسأل حد من أولادي أنه إزاي المدرسة النهاردة دايما العبارة أولاها ساكس يعني مؤرفة ما فيش حد بيحب المدرسة بس طب ما إحنا نقاعدهم في البيت وبلاش يدخلوا مدحانات وبلاش يذكروا وبلاش 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 دايما بنحبهم لا لكن لأنه في جهاد علشان يكون إنسان ناضج كبير تحمل مسؤولية فعش كده بقول ولهذا عينهي وأنتم باذلون كل اجتهاد في إيمانكم خلوا بالكم اجتهاد ده في إيه في الإيمان مش من أجل الحصول على الإيمان لكن في الإيمان في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى في التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت يعني ديها تكون فينا ويهي وتكثر تسيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح يعني لو أنا ما اكتحدتش في هذه الأمور هصير متكاسل وهصير غير مصمر في حياتي وفي علاقتي مع الرب يسوع آية أخرى في فليبي أصحاح أربعة وفي الأعداد تمانية إلى تسعة بيقول لنا إيه أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مد ففي هذا افتكروا يعني اشتغلوا حطوا تركزكم في كل هذه الفضائل طيب أجي بقى أنه لابد أن احنا نعمل على شخصياتنا ولابد أن احنا نعطي للروح القدس مجال أن يعمل في شخصياتنا ويغير من صفتنا ويجعلنا مشابهين سورة يسوع المسيح أجي إلى حقيقة أن احنا نكون مشابهين سورة يسوع المسيح هو مشروع العمر كل أقولها تاني أن نكون مشابهين سورة يسوع هو مشروع العمر كله يعني هنفضل طول عمرنا نتغير إلى تلك السورة عينها أن احنا مطالبين أن لا تشاكلوا هذا الضعر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم كمؤمنين أشكده يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح بوليس الرسول كان متمثل بالمسيح كان دايما بيفكر أنه عايز يبقى زي يسوع المسيح في حياته وفي سلوكه عشكده يحنى الحبيب قال من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا السلوك اليومي أن نسلك كما سلك يسوع وعشكده أيضا يقول لنا في كورنسوس الثانية وأصحاح ثلاثة ونحن جميع النظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك السورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح التغيير المستمر في حياتنا كمؤمنين كده هكتب النهاردة وكلم مع حضراتكم النهاردة عن قائمة بالفضائل بالأخلاقيات السامية التي ينبغي أن تكون والتي يصنعها روح الله فينا والتي ينبغي نحن أيضا أن نعطي الروح الله أن يصنع هذه فينا ويغيرنا وأن يعطينا قوة لكي نمارسها فتكون عادة في حياتنا إيه هي الفضائل المسيحية الفضائل المسيحية حطيت هنا الفضيلة وحطيت هنا الشاهد الكتابي الفضائل المسيحية هي المحبة مش كده يقول لنا في غلطية خمسة وعدد 22 و23 وأما ثمر الروح يعني الموجود دوا هو عمل الروح الكدس لما الروح الكدس بيسكن فينا بيثمر فينا الروح الكدس محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف فعش كده الفضيلة فضيلة المحبة عشان عشان كده الكتاب المؤدس بيحثنا على المحبة وعش كده المسيحي هو شخص محب بطبيعته هو ليس شخص عنيف ولا شخص منتقم ولا شخص يحمل سلاح ولا شخص يؤذي الآخرين ولا شخص يمجد الله بالسيف ولا شخص يجبر الآخرين على الإيمان وإذا رفضوا يقطع رئابهم هو شخص لا ينبغي أنه يأخذ سبايا هو شخص هو شخص محب بطبيعته شخص محب سما من سماته عمل من عمل الروح الكدس في حياة المؤمن أنه يصير شخص محب طبعا المسلم لا يعرف هذا لكن لما الإنسان بيقبل للرب يسوع بيجد عنده محبة للآخرين والعداء اللي كان موجود في حياته قبل كده اختفى محبة فرح وهذا الفرح فرح مبني على الشركة والعلاقة مع الرب سلام عنده سلام والسلام لا يعني غياب التحديات والظروف الصعبة أوقات كتير نقول أنه أنا بس الحياة يعني تبقى معايا كويسة وأنا هبقى في سلام عمر السلام اللي تكلم عنه الكتاب معناه أنه اختفاء الظروف الصعبة لكن الكتاب دايما بيكلم عن السلام بالرغم من الظروف الصعبة في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم سلام المسيح عشان كده ممكن المؤمن تلاقيه في السجن وعنده سلام تلاقيه في ظروف صعبة وعنده سلام تلاقيه مقيد بسلاسل وعنده سلام تلاقيه أهله بيتردوه من البيت وتلاقي عنده سلام تلاقيه الحكومة بتشتكي عليه أو بتقبض عليه وتلاقي عنده سلام آه مش حيب الظروف اللي هو فيها ومتألم منها جسديا ونفسيا لكن عنده سلام طول أنات طول أنات ضبط النفس إنسان ضابط لسانه وضابط أيضا أفعاله أسهل حاجة إنك تفعل مع الناس كما يفعلون بك ده ضربني فأنا هضربه ده شتمني فأنا هشتمه ده اتعصب علي فأنا هتعصب علي ده سهل جدا الأصعب إنك لا ترد الإساءة بإساءة الأصعب إنك لا ترد الأزية بأزية عشان كده الكتاب يتكلمنا عن ضبط النفس ضبط النفس الإنسان اللي بيضبط نفسه ويحكم نفسه خير من حاكم مدينة لطف إنسان لطيف مش لطيف يعني كوميدي لا لطيف يعني إنسان حساس حساس لمشاعر الآخرين إنسان ما بيقزيش مشاعر الآخرين إحنا على فكرة كشعوب عربية متخصصين متخصصين أقول في أزية الآخرين نفسيا أسهل حاجة عندنا نحن نصدر الأحكام المسبقة على كل ناس دون إن أنا أعرف ظروفهم ولا أعرف حتى ما يعانون ولا يعني عشت ما يعيشون من ظروف صعبة بسهولة جدا أصدر حكمي على الناس بسهولة جدا أطعن الناس وأوسيق للناس في نفسيتها كشعوب عربية إحنا متخصصين في كده لكن الإنسان المؤمن بيقدر مشاعر الآخرين وبيحترمها وبيظهر عطف معه ولطف نحوهم كمان من الفضاء المسيحية الصلاح جود نس إنه لا يفعل الشر لكنه دايما يسعى نحو الخير يطلب السلامة ويسعى وراءها زي ما قول كده شخص شخص ده جميل جود صالح إيمان وإيمان مش بس تعني إنه الثقة في يسوع المسيح وفي الكلمة المقدسة لكن الإيمان أيضا تعني إنه أنت تراستورثي يعني مصدق عايش صادق إنسان إنسان بتقول الصدق عندك أمانة في حياتك لأنه كلمة الإيمان والأمانة هي من نفس الفعل في اللغة اليونانية حتى في العرب الإيمان والأمانة الوداعة وديعة إنسان أيضا عنده تعفف ما بيجريش وراء شهواته إنسان عنده تهارة في القلب والفكر إنسان عنده رجاء ويقول لنا كده في كورنسوس الأولى 13 أما الإيمان أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه السلاسة ولكن أعظم هن المحبة فالمؤمن وهو عايش على الأرض عنده الإيمان وعنده الرجاء وعنده المحبة أعظم هن المحبة لأنه الإيمان هينتهي والرجاء هينتهي لأن الإيمان والرجاء مرتبطين بحياتنا هنا على الأرض أما المحبة فهي باقية لا تسكت أبدا كمان من الفضاء المسيحية الصبر الصبر إنسان صبور إنسان بيتعلم أنه ينتظر الرب ويصبر له استضافة الغرباء إنسان زي ما بيقول الكتاب هنا مشتركين في احتياجات القدسين عاكفين على إضافة الغرباء مهم جدا إننا نكون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة للمحتاجين كاريج أو الشجاعة أو الجراءة بوليس الرسول يقول في فليبي واحد وعدد عشرين حسب انتظاري ورجائي إني لا أخذ في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أو موت كلمة هنا جراءة ومجاهرة هي كلمة بالإنجليش في الترجمات إنها الكاريج عنده شجاعة عنده طهارة يقول لهم كده في كورنسوس الثانية وعدد ستة أصحح ستة وعدد ستة في طهارة في علم في أناد في لط في الروح القدس في محبة بلارياء طهارة عكسها النجاسة كمان السخاء المؤمن بيدرب نفسه على سخاء المؤمن يعطي عشان كده واحدة من المبادئ اللي بتجدها في البلاد المسيحية وإن كانت هذه الأيام هي بلاد علمانية أكتر منها مسيحية لكن المبدأ الذي استقر في البلاد الغربية هو السخاء في العطاء عشان كده تلاقيهم أول ناس بيسرعوا لو في أي مصيبة حصلت في بلاد أخرى مع إنه ممكن تجد السعودية والكويت والإمارات أغنى ماديا في أمور كثيرة لكن تجد إنه أكتر ناس بتعطي وأكتر ناس بتهتم هما البلاد الغربية لي لأنها تعلمت أو نشأت على مبدأ العطاء والسخاء في العطاء مبدأ مسيحي كان أولى مثلا بالسعودية أنها تاخد السوريين اللي تهجروا من بيوتهم كان أولى بالإمارات كان أولى بالكويت لكن للأسف كل البلاد دي ما بتفكرش غير في نفسها بس ولو حصلت أي مصيبة في أي بلد عربية من زلازل من أوبئة من كوارث تجد دايما البلاد الغربية هي أول بلاد تسرع إلى المعونة السخاء كاميرا لستة مع حضراتكم التواضع العكس الكبرياء بكل تواضع ووداع وطول أنا محتملين بعضكم بعضا المؤمن بيدرك أنه ما عندهوش حاجة يفتخر بيها كل ما في حياته هو من الرب ومن كارم الرب فبالتالي كل سبب للإفتخار بينتفي بينتحي الصدق اترحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه وفي كل موقف نحاول أن نكون صادقين نمجد الرب نمجد الرب بحياتنا نكون صادقين أننا نكون أيضا جيلتلنس أو بسميه الكتاب الحلم ليكون حلمكم معروفا عندي جميع الناس الرب قريب كمان القناعة المؤمن دايما شخص قنوع زي ما يقوله رسول بوليس ليس إني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا عندوش طمعة الاكتفاء عكس الطمعة لستة أحشاء رأفة الشكر والإمتنان اليقظة والطقوة دي كلها سمات للإنسان المسيحي الفضاء المسيحية في آخر خمس دقائق أتكلم عنها هي عكس أعمال الجسد الكتاب المؤدس بكلمنا عن أعمال الجسد لكن بكلمنا أيضا عن عمل الروح فينا وعن الفضاء المسيحية التي ينبغي أن تكون في حياة المؤمن إيه هي بقى أعمال الجسد أعمال الجسد اللي بينهينا عنها الكتاب المؤدس أعمال الجسد اللي من يفعلها لا يمكن أبدا أن يرس الملكوت السماوات يقول هذه الكلمات وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا كل زنا هو من عمل الجسد عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أصبك فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرسون ملكوت السماوات أو ملكوت الله يبقى دي أعمال الجسد كل دي أعمال الجسد التي يفعلها لا يمكن أبدا أن يرس ملكوت السماوات التي يفعلها بمعنى أن يعيش فيها وأن يمارسها وأن تكون جزء من حياته على فكرة أوقات كتيرة بنفكر في الليستة دي من الجزء الأولاني بس نقولي أنا أشكر ربنا الزنا والعهارة والنجاسة والدعارة وعبادة الأوسان والسحر ده كله زي الفل ما عنديش طيب خلينا أقول لك حاجة تانية ماذا عن العداوة ماذا عن العداوة ماذا عن الخصام أنت شخص مخاصم طيب أنت شخص بتزرع خصومات بين إخوة في ناس كده متخصصة أنها تزرع خصومات بين إخوة على فكرة كتاب بيحط دول على أنهم مكرهة للرب هل عندك غيرة بتغير فلان فلانة عندك هذه الغيرة اللي بتقتلك لما يكون في خير في حياة الآخرين أو في حاجة موجودة في حياة الآخرين مش موجودة عندك ماذا عن السخط التحذب والشقاق ماذا عن الحسد حتى الحسد ماذا عن الأمور دي كلها المؤمن اللي عرف الرب يسوع لا يفعل هذه ويبتعد عنها الإخوة المسلمين عندهم صورة سيئة مغلوطة دايما عن المسيحين فكريني أنه المسيحي عايش في شرب الخمر وأكل الخنزير والزنا وهو ما يعرفش الكتاب يعني ما أراش حتى الكتاب المؤدس بيقول إيه عن المواضيع دي وكأنه أوقات كتير يقولك قادي شايفين الغرب وكأنه المسيحي هو بس الغرب يعني زي ما قلت قبل كده الغرب علماني في كتير مسيحيين مؤمنين حلوين لكنه في أغلبيته علماني لكن الكتاب هنا بيتكلم عن أعمال الجسد لست أخرى من أعمال الجسد بنجدها فين بنجدها في رميا واحد وعدد تسعة عشرين واثنين وتلاتين مملؤين من كل إثم وزنة وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نممين مفترين مبغدين الله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلون فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون دي كلها ليست كبيرة عش كده المؤمن أنت تولدت من الله عيش حياتك تمجد الرب اجعل الرب يعمل فيك فتظهر كل الفضاء المسيحية كل الفضاء المسيحية عش كده عندنا توبة وعش كده عندنا اعتراب بالخطايا وعش كده عندنا معونة الروح القدس لنا وعش كده عندنا الكلمة المقدسة التي تغيرنا كمرآة ننظر فيها فنتغير وعش كده عندنا حياة الصلاة وعش كده نقدر نقول للرب قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي انت مدعو عزيزي المؤمن وعزيزتي المؤمنة بالرب يسوع العابر والعابرة وانا وانت مدعوين ان احنا نمجد الله نتغير الى تلك الصورة عينها لكي نصل في النهاية نكون مشابهين صورة ابنه الى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة